ونسا بنكمل معاكم حلقتنا النهاردة في نهارك سعيد وزي ما قلنا لكم في أول الحلقة ان احنا متكلم عن الدستور المصري نكلم عن نموذج للدستور المصري يعني انه طلبة من الكليات المختلفة يكون معنا النهاردة ضيوفنا اللي بيشرفونا رئيس الدستور ونائب رئيس الدستور معانا مصطفى محمود رئيس نموذج الدستور المصري نهارك سعيد بنوارنا وعبد الحميد محمد نائب رئيس نموذج الدستور المصري بنوارنا بداية كده قبل ما نفهم ايه موضوع الدستور وايه الايتمز اللي بتشتغل عليها انا هايزعرف ايه موضوع النموذج بس نموذج الدستور المصري هو موضوع النموذج في البداية هو النماذج اصلا عموما بتقوم على ان احنا فكرة في الواقع بنحاول اللي احنا نحكيها يعني مثلا بنشوف حاجة مثلا زي الامم المتحدة وبنعمل زيها دي حاجة اصلا بتشتهر بيها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بس بيشترك فيها كل طلبة الجامعات المصرية يعني عبد الحميد من قلية هندسة في النماذج في العموم بتقوم على ان فكرة في الواقع مثلا زي الامم المتحدة زي منظمة المؤتمر الاسلامي زي الدستور زي مجلس الشعب وبنحاول ان احنا نعمل نموذج طلابي بيحاكي هذه الفكرة دي بقاله سنين يعني عملك انتجامعة دي بقاله احنا من اكتر من 18 سنة بدأت النماذج في قلية اقتصاد والعلوم السياسية فالنموذج بتاعنا هو نموذج الدستور السؤال بس عايز اعرف جزء الوجيستكس انتو اللي بتختاروا النموذج انتو عايزين تشاركوا فيه ولا بيتم توزيعه من قبل حد معين لا احنا كل بيبقى فيه طالب معين بيقوم بالفكرة بيبقى هو صاحب الفكرة بيعرضها على ادارة الجامعة فبيتوافق عليها من ادارة الجامعة وبيبتدي هو بقى يتكون الناس بيبقى اسم النموذج لأكتر من لجان كتيرة بيبقى فيه البرزننت بتاع النموذج اللي هو رئيس النموذج وبيبقى تحته لجنة اسمها اللجنة المنظمة ولجنة تانية اسمها اللجنة الاكاديمية اللجنة الاكاديمية عندنا في نموذج الدستور المصري بتتكون من تلات لجان بتنقسم من تلات لجان اللجنة الاولانية لجنة الحقوق والحريات لجنة الحقوق والحريات هي بتبقى بالناقش فيها كل ما يتعلق بالحقوق اللي هتبقى موجودة في الدستور وإيه اللي هيبقى موجودة المفروض اللي كان موجود في الدستور لقبل كده دستور سنة 54 كان ناس كتيرا بتقول إن الدستور ده أفضل دستورية عمل فإحنا عايزين نناقش بيتناقش عندنا وبيتدرس عندنا من بعض الطلاب الأكثر خبرة بيتناقش إزاي الدستور ده إيه اللي كان موجود فيه دستور 71 إيه العيوب والمزايا بتاعته فإحنا بندرس في البداية أو بنشرح للطلاب اللي هم الجدد في النموذج إيه الأفكار اللي كانت موجودة كل سنة بيبقى نموذج مختلف نموذج واحد لكليات كلها لا بيبقى أكتر من نموذج داخل الجامعة تمام عبد الحمين انت أول مرة تشارك في لا أنا أكيد عشان أنا النائب الرئيس فأنا شاركت العالم ده ربع سنين كنا الأول في نموذج اسمه نموذج مجلس الشعب وبعد ذلك نموذج تصحي العالم نموذج تصحي العالم دوت ابتدين فيه كنت الأول هيد مصطفى برضو إحنا فيه الجان منظمة لجنة المنظمة المصطفى كان بيقول عليها دي بتنتصم لتمن لجان تمن لجان بيبقى فيه في كل لجنة هيد فيس هيد وبعد كده الممبر رئيس ونائب رئيس وعضو وعضو إحنا الأول أنا ابتديت في الأول عضو وبعد كده بقيت نائب رئيس اللجنة وبعد كده رئيس اللجنة وبعد كده تدعت بقيت حسب اجتهاد الشخص وحسب البلانة اللي انت بتقدميها اللي انت بتعملي بلان على السنة كلها الخطة بتاعت السنة الخطة بتاعت السنة فاحنا الحمد لله السنة دي كانت فكرة النموذج دي دي فكرة جديدة عملناها بالاشتراك مع مصطفى قديرنا ان احنا نكون التيم نكون لجنة المنظمة اللجنة المنظمة عندنا بتكون من 8 لجان 8 لجان عندنا في لجنة الرياسيبشن اللي هي لجنة الاستقبال دي اللي بتستقبل الطلبة الجدد داخل الجامعة جوا الجامعة شغلها كله بيبقى احنا عنده ده مقر دعاية شغال دلوقتي حالا داخل جامعة القاهرة الطلبة بتبتدي ان هي تقدم وبيتعمل بيملوا زي application بعد كده بتعمل معهم interview كل دوت اللي بيقوم بتنظيمه ويستقبال الاعضاء طلبة reception الناس اللي بتبقى شغال في reception بعد كده عندنا لجنة اسمها coordination تنسيق دي التنسيق التنسيق دي اللي هي بتنصق بين الاعضاء وبعضهم وبتنصق بين انها مثلا عايزين بنعمل مؤتمرات بنحجز كاعات بنعمل حفل افتتاحي حفل ختامي بيبتدوا ان هما ينصقوا الموضوع ده زادني فيه لجنة لجنة الHR دي برضو احرادة لو بسيطي هتلاقي ان احنا اللي جان عندنا منقسمة زي طب ماش اللي جاندي موجودة عمتا واللي بيطلع منها النماذج يعني لا النموذج النموذج كنموذج كل نموذج جوال لجندي جوال لجنتين اللي هي لجنة OC والAC دي لجنة المنظمة ولجنة الاكاديمية بعد كده كل لجنة بتتفرع طيب قبل ما اتكلم على النموذج بتاع الدستور المصري اللي انتوا بتشتغلوا علينا بس هايز ارجع شوية الورا كده وفي السنوات اللي فاتت لما كنتوا بتعملوا نموذج زي مجلس الشعب ولا الامة المتحدة ولا اي ان كانت النماذج ما كانش الجامعة بتقمع اي من الممارسات يعني هل كانت دوك خطوط حمرة برضو حتى وانتوا بتحاكل الواقع يمكن كان فيه طبيعي كان فيه بعض الخطوط الحمرة وان كانت ما كانش كتيرة فعلا عندنا في كل ايه بيقولوا شوية طلبة بيهرجوا يعني تمام كان ضل حاصل فعلا يعني روما كانوا متخيلين ان كل المناقشات اللي بتدور يعني سواء كنا بنتكلم عن الحريات السياسية في مصر المجتمع المدني الكلام ده كان النظام السابق كان بينظر للموضوع ده لان ان شوية شباب بتتكلم ايه كلام وخلاص يعني سيبهم يعني كان بيتعاملوا بمنطق سيبهم يعملوا اللي هم عايزين أو سيبهم يتكلموا زي ما هم عايزين لكن في الفعل مش يفعلوا حاجة ما ادركوش ان ده يعني الكلام اللي بيصبق الفعل ايه يعني ما عملتو انت حد فيك عمل مجلس الشعب عبل كده صح؟ اه لما كنتو بتعملوا امين لجنة السياسات ولا يعني كنا بنقسم كلجان كان بيبقى فيه يعني كان لحد كبير كان بيبقى فيه حرية في الكلام يعني كان بيبقى فيه حرية في الكلام واغم اني كان بيبقى فيه بعض مثلا الناس انت عارفة امن الدولة كان بيبقى فيه مثلا واحد ممكن يبقى قاعد بيشوف الناس دي بتتكلم في ايه بس كان في الغالب هو بيطلع ايه شبشاء يعني اه ما بيوجعش دماغه بالكلام اللي بيقالي يقولك عادي يعني ايه شوية طلبة اه شوية طلبة فخلاص سيبهم مفيش مشكلة حتى احنا حاولنا في الوقت ده ان احنا نحاول ان احنا نصلح كنا بنعمل كتيبات فيها كل المشاكل اللي بتعاني منها مصر في كل المجالات في التعليم في الاقتصاد في المجتمع المدني في كل حاجة كنا بنعمل وبنطبع حلول بنقول حلول الاقتصاد نعمل فيه واحد اثنين تلاتة المجتمع المدني نعمل فيه واحد اثنين تلاتة التعليم نعمل فيه يعني بنقول المشكلة وبنحط الحل يعني احنا مش بس بنقس المشكلات كده وخلاص يعني احنا ما بنقتصوش دورنا على كده لأ دا احنا كمان بنحط الحلول وبنحط الأفقار اللي المفروضة اللي هي تطبق لكن للأسف ما كناش بناء أذن صغيرة لنا اللي هي ما فيش حد بيسمع الكلام ده طبيعي مش انتو بس ده العامة مصر كلها وحتى الجرائد ومجالات هو بس بالنسبة للموضوع ده هو فيه بس دول الأجنبية اللي احنا كنا بنعمل محاكاة لها اللي هي مثلا مجلس عمال بريطاني الكلام ده استفارق انت بتهتم بالموضوع اهتمام شديد جدا بالموضوع عشان تشوف وجهة نظر الشباب لكن للأسف مثلا مجلس الشعب كان عمرو ما بيفكر انه هو يبص في التصحيح العالم كنا عمليين مع وزارة الخارجية كنا بنتفرج على البرلمان الصغير في التعامل في التلفزيون وده كان المحاكاة بتاعت الشعب المصري طب عبد حميد تكلمني عن النموذج اللي بيعمل الدستور المصري حالان انتو كم حد كم شخص احنا لحد الان حوالي 40 طالب من مختلف الجامعات عندنا ناس من علوم ناس من جامعة عين شمس ناس من اكاديمية اخبار اليوم ناس من جامعة القاهرة لان النموذج بتاعنا شامل كل الجامعات مش بنتوقف على جامعة القاهرة زائد ان عندنا من كل الكليات فيه هندسة فيه اقتصاد وعلوم سياسية فيه علوم فيه اتجارة فيه اداب كلهم ربعة ولا فيه من اولا لا فيه من اولا اكيد احنا بنعمل كوادر مثلا السنة الجاية ممكن عبد الحميد ومصطفى ما يبقوش موجودين لازم يبقى فيه حد مؤهل ان هو يمسك حاجة بعدي فلازم بيبقى فيه طالب من تانية وطالب من اولى زائد ان احنا او النبي مهم قوي تأهيل ناس تمسك مكان ناس دي عشان احنا بنعلم لأ ان احنا كمان احنا بننزل يعني احنا الفترة اللي بقوله حتك علي اللي احنا في الجامعة دلوقتي احنا معظم التوجت بتاعنا داخل الجامعة الطلبة الصغيرين اللي هو اولى تانية الجزء ده هو اللي بيجي من معنا وبينحسسه بالاهتمام فبيبتدي وبنرعه بقى بيبتدي نعلم خلني اتعام معاكو لانكو لجنة المية اللي هتعمل الدستور انتو قلتوا ان عندكو فوقات عمرية مختلفة عندكو كليات مختلفة هل عندكو النوع مختلف يعني المراعيين في جندر ايكواليتي البنات قدام الولاد مسيحيين يعني احنا عندنا تنوع حتى في الافكار وحتى في الانتماءات الحزبية والايدولوجية الفكرية فيه عندنا تنوع هتلاقي مننا الاشتراقي هتلاقي مننا الليبرالي هتلاقي مننا زود ترجه الديني هتلاقي مننا كل الترجهات خلا في الاربعين في اللجنة اللي هي يعني بتحط نموذج الدستور فيها عندنا كل الافكار مش هان ما حاجة للقصة اللجنة اللي بتحط نموذج الدستور دول الاربعين شخص صح؟ تقريبا ده دلوقتي اربعين احنا على مدار بعدما انخلص يعني بعد اسبوعين هنبقى 150 طالب لجنة OC والACD هتنقسم لحوالي 100 زيهم لو نحرعين OC اللي هي اي قلنا OC اللجنة المنظمة منظمة اللجنة المنظمة دي هي اللي هيبقى فيها يحتوي 150 طالب دول اللي هيعملوا الدستور في الأخ دول اللي هينظموا عمل الدستور دول اللي هيعملوا الدستور دول حوالي 200 طالب هيتم مناقشات على مدار السنة كلها لغاية في آخر الترم التاني قبل الامتحانات بنبتدي نحن نطلع كتاب الكتاب ده بيبقى خاص بالدستور المسيح اسمه نموذج الدستور المسيح